طيب نكمل أخبارنا وحدد مسؤول نادي سيمبا التنزاني موعد مباراة الأهلي في ذهاب دور التمانية لدوري أبطال إفريقيا وأعلن أحمد علي المتحدث الرسمي لنادي سيمبا أن مباراة الذهاب أمام الأهلي ستكون يوم الجمعة 29 من مارس الجاري وأضاف التوقيت لم يحدد بعد ولكننا سنراعي أن المباراة ستكون في شهر رمضان المبارك لأن هناك عددنا كبيرا من اللاعبين لدينا يصمون أيضا هناك مناقشة في الوقت الحالي حول التوقيت ولكن لم يتخذ القرار حتى الآن لازم بقى نقف هنا وسألك يا محمد أنا عارفة أن أنت عندك تفاصيل من الكاف حوالين الموعد النهائي لهذه المباراة أكيد يعني أنت بتنفرد بقى دايما بهذه التوقيتات فأكيد كل جمهور النادي الأهلي هيكون محتاج أنه هو يعرف أكيد من شاش قناة النادي الأهلي ومنك تحديدا من الكاف حول موعد هذه المباراة طيب كابتون ساوى بص مبدعيا كده عشان نطمن كل جمهور النادي الأهلي بمناسبة أن ماري مفتحت الموضوع النهاردة بدري شوي بصوا جماعة سانداونز هيلعب مع ينجي أفريكانز في تنزانيا يوم السبت والأهلي هيلعب مع سيمبا في تنزانيا يوم الجمعة دي خلاص موعيد رسمية وتأكدت بشكل نهائي أن الأهلي مع سيمبا الجمعة وسانداونز مع ينجي أفريكانز على نفس الملعب في دار السلام يوم السبت ولكن بالنسبة للموعد قبل بداية الحلقة بداية قليلة جدا عملت كذا اتصال وتأكدت أن خلاص خلال ساعات هيتم تأكيد إقامة اللقاء في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله وده شيء جيد جدا أكيد وعلى فكرة هو مش تحديد المعاد من فري سيمبا في توجه من الاتحاد الإفريقي ابتداء من هذا العام أن أي مباراة بتتلعب خلال شهر رمضان الكريم وفي فترة الصيام هتتلعب مساء طالما الملعب في أضواء كشف لذلك حتى في اليوم التالي ماتش ينجي أفريكانز مع سانداونز هيتلعب الساعة 8 مساء بتقويت القاهرة خلينا نشيد بالاتحاد الأفريقي لو الخطوة دي تمت لأسباب أولا أسباب تسوقية تاني حاجة لما بتتكلم عن بطولة دورية بطولة أفريقي هي البطولة الأقوى في قارة أفريقيا فالنهار دا الأجواء المناخية لما بتقام لأي مباراة في ظروف جيدة عارفين طبعا إحنا ظروف في أفريقيا الرطوبة والحر اللعيبة بيتواجه الصعوبات لكن الاتحاد الأفريقي لو تدخل وبقت المباراة الساعة التساعة مساء بالليل هتبقى شيء جيد للعيبة للجهزة الفنية نقدر نشوف مباراة كرة قدم حقيقية تعبر فعلا عن قارة أفريقيا صبق صحة فيه شفت أنا سألتك على فكرة كنت شاهدة على الاتصال ده كنت بتعمل الاتصال ده وإحنا موجودين بره قبل ما ندخل برنامج فالحقيقة يعني صبق وأكيد كان خبر بيهم كل جماهير النادي الأهلي